موسيقى خلينا نتكلم عن الزوان عن الصورة الموجودة عليها الزوان لأن أكيد المسيح تتكلم في وقته المعاصر لكن الرسالة إلنا اليوم كيف نفهم الزوان في العصر الحاضر ببساطة جديدة أقدر أشوف فيها صورة مزيفة للتقوى اللي قال عنها الرسول بولس لهم صورة التقوى والرب يسوع المسيح في إنجيل متى أصحح 23 أخ نزار أفرض أصححا كاملا عشان يتكلم عن التقوى المزيفة عندما قال أكثر من مرة ويل لكم أيها الكتبة والفرسين المرائين الذين تشبهون من الخارج قبور مبيضة أو مبيضة ومن الداخل عظام وكل نجاسة ده الحاجة الأولانية صورة مزيفة للتقوى الأمر الثاني برضو كان في أيام المسيح ولا في أيامنا التدين المزيف الناس بتفرح أخي نظر لك درجة المتدين بس الكتاب دايما يقول لنا أن كل متدين هو مزيف لأنه متدين له قشرة خارجية زي جماعة الفرسيين اللي طلع مرة الهيكل في أيام الرب وحكاه وقال أنا أشكرك لأنه لست مثل باقي الناس أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتنيه ولست مثل هذا العشار وطبعا نزل ما خدش حاجة زي دواغ الأدومي الراجل اللي كان أيام داود اللي كان في خيمة الاجتماع شكله محصورا قدام الرب وهل تتخيل مثل اجتماع مكان العبادة مكان العبادة في العهد القديم هل تتخيل هذا الشخص الذي كان يبدو كأنه محصور أمام الرب عندما طلب شاول شخصا يقتل كهنة الرب ولا واحد من السعات والجنود قبل هذا العرض إلا دواغ الأدومي الزوان اللي كان في الخيمة اللي كان يبدو أنه محصورا أمام الرب هل مازال الصورة دي موجودة لحد النهار دي انتشرت بكسرة اللي قال عنهم الكتاب مثلا عندي عليك أنك تسيب المرأة إذا بالفرؤية اتنين التي تعلم عبيدي أن يزنوا وأن يأكلوا ما ذبح للأوثان موجود النهار ده الزوان آه موجود ودوة ما يقلقناش لأن الرب قال كده فعندما أرى الزوان المسيحية المزيفة التدين المزيف هذا لا يلغي المؤمن الحقيقيين المولودين من الله لكن دي يقول لنا أن كلام ربنا مصبوط موسيقى 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 موسيقى